موسيقى صباح الخير عنوين الصحف اليوم متنوعة بين الملفات السياسية والأمنية على الساحة اللبنانية حاليا فما من جديد على خط الملف الرئاسي بوقت عم يستمر القصف الإسرائيلي على المناطق الجنوبية الحدودية والداخل اللبناني اجتماعيا ما زال ملف النازحين السوريين عم يتصدر عدد كبير من الصفحات الأولى للصحف المحلية بحلقتنا اليوم نبريس ريفيو وإضافة إلى جولتنا على آخر العنوين العريضة التي تصدرت الصحف المحلية العربية والعالمية لليوم الخميس 18 نيسان 2024 بينضم لألنا بعض لحظات الصحافة والمحلل السياسي وجد العريضة تنحكي أكتر عن آخر المعطيات بالملفات الراهنة على الساحة المحلية ومن تابع حلقتنا بفقراتنا المعتادة البداية كالعادة بتكون بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا نهار من عام 1983 تم تفجير سفارة الولايات المتحدة ببيروت مما أدى إلى مقتل العاملين فيها واللي كان بيتجاوز عددهم الستين شخص أما هلأ وكالعادة بنبدأ جولتنا مع النهار ومشوف أبرز مع عنوانة بالنهار لليوم ميقاتي يستنجد بماكرون الجنوب والنازحون أيضا بالصفحة الأولى بالنهار وعكة صحية أصابت اللجنة الخماسية تحول دون لقاء البخاري فرنجية وبسيل حزب الله يقصف في عرب العرامشة وإسرائيل ترد بغارة على إعاد بعلبك من ضلب الصفحة الأولى قبرس تتخذ إجراءات تضييق تدفع اللاجئين السوريين لعدم التوجه إليها الغرب يدعو إسرائيل لضبط النفس وإيران قواتنا جاهزة مجلس النواب الأمريكي يصوت السبت على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل من الصفحة الأولى مننتقل إلى الصفحات الداخلية لنشوف أبرز ما ورد بأسرار الآلهة رفع حزب الله من جاهزيته خلال الساعات التي سبقت تنفيذ عمليات نوعية أمس وانتقل لتدبير ميداني جديد من دون أن يلامس الحجز لعناصره فيما سربت أخبار عن تلقي لبنان تحذير من عملية إسرائيلية نوعية على أرضه لحظ أن الجرائم المتنقلة حركت ملف النازحين الذي لن يحل من خلال حادثة هنا وأخرى هناك بل هو بحاجة إلى قرار دولي غير متوافر اليوم كما يردد المعنيون من ضالب أسرار الآلهة في مكانة اللجنة الربعية تزور رئيس طيار المردة سليمين فرنجية طرحت تساؤلات حول زيارة الأخير إلى باريس والتي أحيطت بكتمان شديد ولم يعلن عن طبيعة اللقاءات التي أجرها تخوف وزراء من طرح الوزير عصام شرف الدين في اللقاء التشوري الأخير بأن الوسيلة الوحيدة لردع المجرمين هي تنفيذ حكم الأعدام لكل مجرم تثبت عليه جريمة القتل وأضيف إليها مصادرة كل ممتلكاته الشخصية وتمنح لأهل الضحية وذلك في إطار تعليقه على جريمة قتل باسكال سليمين إذا اعتبروا أن الطرح سيخلق مشكلات إضافية للبنان أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هذه كانت جولتنا على النهار مننتقل من النهار إلى جريدة اللواء أيضا لنشوف أبرز العنوين التي تصدرت صفحاته الأولى فرنجي يخضع لامتحان السفراء تمسك بدور حزب الله ولا انسحاب لمرشح ثالث الاحتلال يعترف بست إصابات خطيرة بهجوم مركب على العرامشة ويرد بالبقع بايدن لمساعدات فورية لإسرائيل ونتنياهو في دائرة التخبط صفقة التبادل في مأزق وواشنطن ترفض مطالب حماس وعمليات واستغزة من الصفحة الأولى إلى الصفحات الداخلية منشوف أبرز ما ورد بالأسرار السياسية البداية منشوف فقرة همس تختلف تقديرات الدبلوماسيين العاملين على الخط الرئاسي حول حجم الترابط بين إنجاز الاستحقاق وهدنة غزة المفتوحة على وقف نار مستدام غلب على مشاركة سفيرة الدولة كبرى خلال اللقاء مع قد بن سياسي ومرشح رئاسي طابع الإنصات والإقلال من الكلام ترددت معلومات عن تردي مدخيل المالية مع التصعيد الحاصل بعد طفان الأقصى وارتداداته اللبنانية مما جعل المصرف المركزي يقدم مساهمات لتأمين سير المرافق العامة والرواتب واليوم بالسياسة المحلية باللواء لبنان ساحة ساخنة في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية وقلق من حرب الاغتيالات تساؤلات عن قدرة الخماسية في إحداث خرق والتمديد للبلديات على الطريق من تابع جولتنا لنشوف نداء الوطن اليوم بصفحتها الرئيسية الحزب يصطاد 14 جنديا ويخير الإسرائيليين الرحيل أو الهزيمة تل أبيب توعدت برد من نوع مختلف على الإرهاب الإيراني الاعتدال لن يشارك في حوار بره أيضا اليوم بنداء الوطن باسيل سيطرد بصعب وببعض يعني ما ورد بهالخبر وبناء على الخلاف الحاصل بين باسيل والوزير بصعب يبدو أن باسيل قد تخذ قرار طرد نائب رئيس مجلس النواب اليس بصعب من الطيار الوطني الحر وذلك بعد سلسلة من محطات خلافية بين الأخير ورئيس التيار دفعت ببصعب إلى الحد من المجاهرة بتميزه عن تكتل لبنان القوي لسيما بعد انتخابه نائبا لرئيس المجلس حيث كان استحقاق انتخابه أولى تلك المحطات الخلافية لينضم الاستحقاق الرئاسي إلى قافلة التمايزات من الصفحة الأولى ننتقل إلى الصفحات الداخلية لنشوف أبرز ما حملته الخفايا السياسية اليوم بنداء الوطن توقع مصدر إداري أن تواجه إدارة بارزة أزمة مالية تمنعها من دفع أجور العاملين لديها في غضون أربعة أشهر بسبب توقفها عن العمل وعدم تحقيقها إرادات كبيرة في ظل استمرار سياسة الهدر التي استنفذت حساباتها بالدولار يتردد أن بيانا رسميا كان ينتظر صدوره ويتبنى حق إيران بالدفاع عن النفس لكن جرت تراجع عنه في اللحظة الأخيرة توقفت خدمة الدليفري لدى أغلبية المحال ومطعم الوجبات السريعة في جبيل والباترون في الأيام الماضية بسبب تخوف السوريين أو بسبب عدم تسجيلهم قانونيا كعمال من قبل أصحاب العمل ما يدل على سيطرة السوريين على ميدان العمل هذا منتابع جولتنا ومنوصل إلى جريدة الديار بصفحتها الأولى أكثرية لتمديد البلديات والتيار يؤمن النصاب للجلسة التشريعية فرنجيل الربعية أنا المرشح الوحيد الرسمي فلماذا أنسحب من الديار إلى جريدة الأخبار بصفحتها الأولى لليوم إسرائيل إيران دوامة الرد المؤجل نوصل إلى جريدة الشرق اللبنانية التي عنوانت لليوم القرار الإسرائيلي تخذ لكن أين ومتى التنفيذ نوصل إلى لاريون لوجور الصدرة باللغة الفرنسية وكالعادة بترجمة لا عنوين في انتظار القرار الإسرائيلي يشمر حزب الله عن سواعده وأيضا بالعنوين القطاع المصرفي اللبناني في ظل العمل الجماعي في الولايات المتحدة وأيضا لماذا تتسع الفجوة بين الأسد والإيرانيين قبل ما نتابع جولتنا على باقي إصدارات الصحف فاصل أول بحلقتنا ومن الرشاة قبل متابعتنا لجولتنا على العنوين الصحف رح نكون بمقابلة مع الصحافة وجدة العريضة صباح الخير أستاذ وجدة صباح الخير أستاذ بشير إليكم مشاهدين كنا أستاذ وجدة اليوم بدنا نسألك عن آخر المعلومات اللي عندك عن حراك اللجنة الخماسية هل من تقدم بهالمجال؟ بصراحة حتى الآن ليس ثمة ما يشي بأن الأمور تقدمت أو أن هناك فشل لهذه اللجنة الأهم أنها تواصل المشاورات واللقاءات مع سائر الأطراف والمكونات اللبنانية ولكن القرار الدولي الإقليمي لم يحم بعد من أجل التوافق على مرشح رئيسي وخصوصا ثمة انقسامات وخلافات تفاقمت وتراكمت في الآوين الأخيرة بين سائر المكونات اللبنانية ليس هناك من اتفاق بين الأطراف الداخلية على هذا الاسم وذاك واللجنة الخماسية تسعى لبلورة الوضع إنما لم يحم الوقت بعد لماذا؟ لأن هناك انقسامات وخلافات في الداخل وكذلك هناك حرب غزة والجنوب والرد الإيراني على إسرائيل وربما رد إسرائيل على تعران لذلك كل هذه التشعوبات والخلافات تسهم في بقاء الأمور تدور في حلقة المفرغة لكن معلوماتي ومعطياتي أنه خلال الأسبوعين المقبليين ثمة تفعيل دور اللجنة وعملها من أجل التوافق على مرشح رئيسي لأن هناك كلام قاله أحد سفراء اللجنة الخماسية بأن لبنان مقبل على أزمات كبيرة لأن وضع المنطقة هو في توجه دائما وتفاعل نحو التطورات الميدانية المتسارعة وقد يكون لبنان الحلقة الأضعى لذلك يجب أن ينتخب رئيس لمواجهة ومجابهة هذه التحديات والأهم ماذا جرى بين الموفد الفرنسي جون إيف ليدريون والموفد الأمريكي هاموس هاكشتاين في واشنطن على اعتبار أن هاكشتاين معني أيضا بالملف الرئاسي كونه على تواصل مع تل أبيب ومع لبنان ومع سائر الأطراف وهناك ربط بين القرار 1701 والوضع في غزة وجنوب وإمكانية فصل الاستحقاق الرئاسي كل هذه المسائل تبقي الاستحقاق الرئاسي في محب الريح ومحب هذه التطور نعم أستاذ واجد تحدثت حاليا عن الملف الرئاسي تحديدا يلي هو هلأ إذا بدك العنوان الأبرز على الاستحال السياسي هل برأيك بدأت تلوح أفق توافق على اسم معين بالملف الرئاسي بصراحة الأسماء تطرح في الصحف وفي المجال السياسية هناك المرشحين الأساسية هم قائد الجيش العمال جوزيف عون ومدير عام الأم العام بالإنابة اللواء الياسر بايساري حيث ارتفعت أسهم وكذلك المرشح مرشح التنائي النائب إسلامي الفرنجي إضافة إلى لائحة البطرياك المروني مارك شراء بطرس الراعي أي النائب نعمة فرامو الدكتور حبيب الزهدي وأسماء أخرى إنما حتى الساعة لم يتم التوافق على أي مرشح هذه الأسماء قابلة للأخذ والرد وبالأمس كان لقاء مفصلية مع رئيس تيار المردى حيث يؤكد التنائي أنه متمسك به لكن هناك مجال للأخذ والرد المرشح منتخذ في لحظة مؤاتية دولية إقليمية ومن خلال مقاربات وتنازلات وضمنات حتى الساعة لم تحن بعد هذه المقاربات والمواصفات وكذلك الأهم التنازلات لذلك حتى الساعة ليس هناك من توافق حرب غزة والجنوب أخذت بعد آخر ويقول لأحد سفراء الخمسية لن نكن نتوقع هذه الحرب بهذا الحجم والتي انعكست على دور وعمل اللجنة لكن اللجنة مستمرة في دورها ولم توقف مسعيها هناك حديث في الصلاة السياسية الداخلية من أحد العائدين من باريس بأن هناك مسعى فرنسي كبير من أجل تجاوز عقدة الرئاسة وحض الأطراب عن انتخاب الرئيس بالتمائي والتنسيق مع واشنطن والمملكة العربية السعودية والبعض يقول أن هناك توافق أمريكي إيراني سعودي قد يكون له الدور الأبرز لانتخاب الرئيس لذلك نحن نتوقع بوران قدر من سيحدث في الأيام القليلة المدخلة نعم شكرا لألك استاذ وجدي على هذه المدخلة نحن نتابع جولتنا ومننتقل لنشوف شو عنونة أبرز الصحف العربية لليوم بداية جولتنا مع الشرق الأوسط يلي عنوانت لليوم حزب الله يواكب التوتر الإسرائيلي الإيراني إسرائيل تحضر لاجتياح رفح مع تعثر الهدنة وأيضا بالعنوين السوداني العراق ليس بلدا مفتوحا لكل من هبى ودب نتابع إذن بجولتنا مع الصحف العربية ومننتقل من النهار إلى الاتحاد اليوم بالاتحاد رئيس الدولة سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم على رأس الأولويات محمد بن راشد بلادنا بقيادة رئيس الدولة في خير وسلامة من الاتحاد نشوف جريدة الوطن يلي عنوانت لليوم المفاوضات في مرحلة حساسة ندين سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني وأيضا رسالة لصاحب السمو من الرئيس أتشادي إلى الأهرام المصرية يلي عنوانت بالصفحات الأولى لن نترك مصير المنطقة لدعاة الحروب السيسي وملك البحرين ضرورة التخلي عن الحلول العسكرية وفتح مصارات للسلام والتنمية مفاوضات هدنة غزة في مفترق طرق من جولتنا على الصحف العربية مننتقل لنشوف أبرز مع عنوانة الصحف العالمية لليوم بداية جولتنا من لوموند الفرنسية يلي عنوانت لليوم التعبئة القوية للصناعة وأيضا بالعنوين في مواجهة إيران يدرس بن يمين نتنياهو الرد الإسرائيلي بلوموند إلى لوفيغارو وأيضا بترجمة لعنوين المدرسة الخاصة التي هاجمها اليسار تدافع عن نموذجها بعد مائة يوم لا يزال جابريال أتال يتمتع بشعبية كبيرة على الرغم من النتائج المثيرة للجدل إلى The Guardian البريطاني وبأبرز عنوين لليوم يحذر التقرير من أن نقص الأدوية الذي أصبح الآن طبيعيا في المملكة المتحدة تفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كاميرون إسرائيل تتخذ قرارا بالتحرك بعد الهجوم الإيراني من تابع جولتنا لنشوف واشنطن بوست يلي عنوانت لليوم خطة المساعدات الخارجية تغذي محاولة الإطاحة بجونسون تهمت ستة كانون الثاني تقسم القضاة ونختم جولتنا على الصحف العالمية مع نيويورك تايمز يلي عنوانت أراد الإسرائيلي معقد بسبب الأهداف المختلطة وأيضا بالعالمين يشكك القضاة في الموقف الفيدرالي بشأن مصيري شغب في ستة كانون الثاني أما هلأ منكون مع فقرة كاريكاتور كالعادي نشوف الكاريكاتور الصادر بالنهار لليوم بريشة أرماء حمصة وهو طبعا يتناول ملف ترحيل الانتخابات البلدية وتأجيلها من بعد أيضا ما تم تأجيل الانتخابات الرئاسية من الكاريكاتور بالنهار نشوف الكاريكاتور الصادر لليوم باللواء 25 نيسان إقرار التمديد للبلديات مجددا طبعا نفس الموضوع اليوم متداول بالنهار وباللواء عن ملف تمديد الانتخابات البلدية إلى فقرة أجندة اليوم على الساعة 11 بلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران بسيل سفراء دور اللجنة الخمسية على الساعة 12 بيستقبل بطريارك الراعي الوزير سليمان فرنجية أما على الساعة 5 فهناك كلمة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران بسيل من بعد اجتماع تكتل لبنان الأوي بيضطرق خلالها إلى التطورات الراهنة ومع هالأجندة بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم بلاقيكن الزمير ألف دومت بعض اللحظات بنشرة الساعة 8 والموعد بيتجدد صباح بكرة بعنوين وأخبار وضيوف جداد إلى اللقاء اشتركوا في القناة